بمناسبة سوارش في ماتش فيوتشر يعني بمناسبة سوارش واضح أنه فيه بوادر واضح أنه فيه شغل بيتعمل هل أنا كده بحكم على المدرب بقولك أنه هو أعظم مدرب لا بقولك أنه هو أوحش مدرب لا بس يعني أتمنى أنه زي كل مرة يطلع رهان الكابتن محمود الخطيب كذبان وأنا بتوقع كده والحد دلوقتي المؤشرات إيجابية جدا جدا لأن لو تفتكروا حضراتكم أثناء تعاقد النادي الأهلي مع المدرب قلت لحراركم إيه الأهلي بيتعاقد مع شخصية ومع أسلوب لعب لحد دلوقتي إحنا شايفين شخصية لحد دلوقتي إحنا لمسنا أسلوب اللعب نسبيا مش بقولك أنه إحنا أجمد حاجة في الدنيا بتاع لسه إحنا بنحاول نبقى كويسين على مستوى الأداء النتائج كده كده بتيجي الأهلي بيقدر يكسب حتى هو في أسوأ حالاته لكن جمهور الأهلي دائما بيعيز يتمتع كورة زي ما تمتع كده بصراحة تمتعنا الواحد كان يعني إيه مزاجة عدل من الآخر بعد ما شاف الفرقة كده بتلعب كورة حلوة بتضغط في كل حتة في الملعب الأسلوب اللي لازم يتسم به فريق كبير زي فريق النادي الأهلي إنك كورة متعودش مع من نفس كتير تقدر تسترجحها بسرعة خمس ثواني ست ثواني بالكتير الكورة بتبقى معاك بسبب الضغط العالي اللي بيتطلب إيه بيتطلب اليابقة بدنية كبيرة تمام وده اللي أكيد بيشتغل عليه المدرب بيجهزه المعاون وفي نفس الوقت إحنا قاقه في آخر ماتش فيوتشر آخر عشر دقيقة خمسة عشر دقيقة تعبنا شوية بدنية ناتج عن أسلوب اللعب وناتج إن إحنا ممكن العمل عليها وتدارقها عشان بإذن الله نشوف الأهلي بالشكل الأفضل واللي يرضي كل جماهيره في كل مكان فإن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة تكون مباراة على نفس غرار مباراة فيوتشر رغم صعوبة المنافس ومنازمة ماتش فيوتشر كان صعب جدا برضو فريق واخد كسر ربطة فريق متأهل للكمفيدرالية عنده عناصر مميزة جدا جدا كلها خبرات وكلها جوانب مهارية وبدنية عالية قوي قوي فبالتالي ماتش اللي فات بل أصعب فأنت محتاج أنك تركز محتاج أن بإذن الله تقدر تحقق النتيجة لأن حتى لو إحنا فرحنا بالأداء المرة اللي فاتت في ماتش فيوتشر بس هو خلينا نتفق نتفق أن الأهم في الفترة الحالية هي النتيجة حتى لو أداء الأهلي النهاردة وما تلعش بالصورة اللي احنا شفناها في ماتش فيوتشر مش مهم بالنسبة لي أنا مش مهم وأعتقي بالنسبة للعدد كبير جدا من جميل النادي الأهلي في المرحلة دي مهم إيه مهم تكسب زي كده ماتش بيراملز زي كده ماتش الزمالك مهم إيه تكسب تاخد البطولة بتاعة كاس مصر هو ده الأهم الأداء حيتحسن الأداء حيبقى أفضل بكتير كمان لما الرجل ياخد وقته مع الفرقة الرجل ما بقالوش أسبعين فلما ياخد وقته مع الفرقة فيقدر يوصل أفكار ويقدر يحط بصمته بشكل أكبر لكن خلينا نتفق إن البوادر إيجابية والمؤشرات ببان الأهم الاستمرارية فلسه عمل شاق جدا قدام الجهاز الفني وقدام اللاعبين اللي بيحاولوا بكل طرق إن هما يثبتوا تواجدهم للراجل ويثبتوا إمكانياتهم للمدرب عشان يكونوا متواجدين في التواجد